والإحسان ورد في الدين الإسلامي على أربعة معاني احفظ الكلام ده و اكتبه الإحسان ورد على أربعة معاني المعنى الأول الإحسان بمعنى الصدقة إنك تحسن إلى فقير تحسن إلى محتاج وأحسن تصدقه المعنى الثاني للإحسان الإحسان بمعنى الإتقان إنك تتقن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى لما تيجي تزبح حيوان في عيد الأضحى إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا زبحتم فأحسنوا الزبحة أنت بتحسن في كل حاجة أنت محسن في كل شيء حتى في تعاملك مع الحيوان حتى في تعاملك مع البيئة ذلك الحديث عند أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قطع سدرة بغير حق صوب الله رأسه في نار جهنم يوم القيام السدرة اللي هي الشجيرة الصغيرة جدا يعني انت لو قطعت نباته انت ماشي في الشارع تب هو ازاك في ايه بتقطع الزرعة دي ليه بتقطع النبات دي ليه ما لم يكن تقطعه ليه حاجة كأن تقلمه كأن تنظمه كأن تهزبه لكن أن تقطعه على سبيل الفساد وعلى سبيل العبث هذا لا يجوش شرعا اطلاقا بأي حال من الأحوال الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قطع سدرة بغير حق صوب الله رأسه في نار جهنم يوم القيامة فالمعنى الأول للإحسان الإحسان بمعنى الصدقة المعنى الثاني الإحسان بمعنى الإتقان إنك تتقن عملك الإتقان في كل حاجة وإحنا أزمة الناس أزمة الإتقان أزمة آسف أزمة الفهلوة أزمة سبع صنايع والبخت ضايع دا ما ينفعشي لا أنا عايز صنعة واحدة بس وتتقنها أوي تبقى بروفيسير فيها أنا محتاج التخصصية وأول من أقر ذلك سيدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يقول أرحم أمتي بأمتي سيدنا أبو بكر تب هو البقية ما فيهم شرح لا فيهم لكن هو متميز أو فيها وأشدهم في دين الله عمر والباقي فيهم شدة لكن تميزت أو في عمر وأعرفهم بالحلال والحرام معاز وأقرأهم لكتاب الله أبي وأفرادهم علي وهكذا فده نوع من التخصصية من يرى سيدنا خالد بن الوليد لا نراه إلا عسكريا ما رأيناه راويا للأحاديث من يرى سيدنا أبا هريرة ما رأيناه إلا راويا ما رأيناه قائدا عسكريا هذا تخصص في هذا وخدم الدين وهذا تخصص في هذا وخدم الدين لكن هذا أتقن إتقان عجيب وهذا أتقن إتقان عجيب فالإحسان بمعنى الإتقان المعنى الثالث الإحسان بمعنى المراقبة لما سئنا النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان قال ما الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ما الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك